هاجر نبيكم صلى الله عليه وسلم لله ومن أجل الله وفي سبيل الله وفي الوفاء بعهد الله وفي الأداء لأمانة الله وفي الخدمة للمسلمين بل بالرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وفي أجل البيان لأجل البلاغ لأجل الإسعاد لأجل الإمداد لأجل الإرفاد لأجل الجمع على الله لأجل الإيصال إلى الله لم يكن شدة العذاب مكة الدافع وحده لخروج لكنها مهمة الرسالة وعظمة الأمانة والعمل بسنة الله في البرية بأخذ الوسائل والأسباب للوصول إلى المقاصد والغايات والمقصد والغاية وفاءه بعهد رب وتبليغه لرسالة ربه وأداؤه لأمانة ربه فلأجل ذلك افتدأ افتح باب الاتصال بالناس في مختلف الأقطار من خارج الجزيرة العربية أرسل أول دفعة أول دفعة من المهاجرين إلى الحبشة وفعلا تم اتصال ووصل أثر الدعوة إلى ملك الحبشة وأخذت الدعوة مجالها وهو صاحب المجال الأوسع الذي يبعث للعالمين رحمة فما كان ليحبس رسالته وأتباعه في بقعة ولا في مكان لا آمن ولا مخوف ولا فيه شدة ولا فيه رخاء بل كان من مهمته أن يوصل أثر هذا النور إلى مختلف البقاء والجهد فكان ذلك من جملة الأسباب التي فتح بها صلى الله عليه وسلم باب الهجرة ومما تعلق بالأسباب الظاهرية أن المهاجرين مع فتحهم لأبواب الدعوة ونشر النور والخير يفتحون أيضا أبواب الإنفاق في سبيل الله وتذوق الهجرة من أجل الله والكسب من أجل الله والإنفاق أيضا بعد الكسب على أهل دين الله ولو يتجمعوا بمكة لحتاجوا إلى ترتيب نفقات كثيرة ولحتاجوا أيضا إلى تأمين لهم ووضعهم في عماكن آمنة يصعب توفيرها إلى غير ذلك والقصد أن ما يظهر عند قراءة السيرة من التأثر بالطبيعة البشرية والأسباب الكونية ليس مجردا ولا منفصلا عن شؤون عظمى روحية إيمانية متعلقة بسر اتصال للعبد بربه وهذا الذي يغيب عن الأذهان كثيرا عند قراءة أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته فيظن الضان أن الفرار من الأداء أو من الشدة كان غايتهم أو مطمحهم أو منظرهم أو نظرهم في حملهم لهذا الدين لا أرد الله ما كان هكذا وفيهم الذي يقول عندما لطم فخرجت عينه وعيني الأخرى في حاجة أن يفعل بها في سبيل الله ما أفعل بأختها ويقول السديق وقد أرضى عليه أن يدخل وسط البيت أو يرد الجوار أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ولما كانوا حول دار مجتمعين في أيام هجرته مع شدتهم وكانوا يتكلمون وأبو جهل يقول متهكم إن محمد يزعم أنكم إن آمنتم بيه وتبعتموه صلتم ملوك العرب والعجم ثم مجتم فنشرتم وحشرتم فتخلتم جنانا مثل جنانا الأرض وأنكم إن خالفتموه وعصيتموه يأتيكم برجال فيذبحونكم يكون فيكم الدبح ثم تموتون ثم تحشرون إلى النار فتخلوا النار فخرج صلى الله عليه وسلم عليهم هؤلاء جماعة منهم من زعمى قريش قال نعم أنا أقول ذلك وأنت منهم وأنت أحدهم إذا يدخلون النار وأنت أحدهم يقول صلى الله عليه وسلم خرجوا من بيت وهم حوالي البيت حفنة من التراب فحملها قال نعم أنا أقول هذا وأنت أحدهم تأخذ على النار ووجم القوم وسكتوا من هيبة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله ومع ذلك ما قصر في أدبه من استعمال الوسائل والأسباب قد مضى معنا في البارحة أنه بدأ يخبر الصحابة بأرض هجرته التي سيهاجر إليها فكان ذلك مشوقا لجماعة من الصحابة وفيهم عزة بمكة لا يضطرون إلى الخروج من أجل الأذى فما كانوا يمسونا بأذن شديد ولكن شوقهم لأن يقابلوه وأن يرافقوه وأن ينسروه وأن يرونه بين أعينهم بين أيديهم حاكما يرجع الأمر إليه منفذا أمر الله في مجتمع يخضع له بعد أن امتلأوا بما شاهدوا من أذى القوم له بمكة وسوء مقابلتهم مع كريم صبره وتحمله صلى الله عليه وسلم لإغضائه عنهم فحرك كوامنا في الصحابة عندما أخبرهم بأرض هجرته وابتدأ يحدثهم أنها أرض سبغة ثم حدث منها بين لابتين ثم عينها لهم فقال يسرب المدينة فتحرك الناس حتى أبو بكر تحرك بعد هذا التعيين وكان قد خرج أولا يريد الحبشة فبينما هو في الطريق تلقاه ابن الدغنة يقول إلى أين يا أبا بكر قال لا خرج أني قومك ما تركوا لأن الحال بمكة خرجت عبد الله في أرض ربي قال مثلك لا يخرج ولا يخرج عند تحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقرر الضيف وتعين على النوايب فرجع في جواري وفي ذمتي فرده فدخل بين مكة فسار على أندية قريش يقول إني أجرت أبا بكر وإن أبا بكر مثله لا يخرج ولا يخرج إنه يحمل الكلب ويكسب المعدوم يكسب المعدوم ويقرر الضيف ويعين على نوايب الحق ويصل الرحم فقالوا له نقبل جوارك ولكن قل يعبد ربه في داره ولا يستعلن فيذينه فجاء إلى أبا بكر وقال إن قريش أجازت جواري ولكن اشترطوا عليك أن تعبد ربك وسط البيت ولا تستعلن بعبادتك لأنهم يعهدون من أبا بكر أنهم يذوق عند التلاوة وعند الصلاة حلاوة تم تلئ بها جوانح تفيض أثرها على من حواليه يرون الدموع لا يملكها إذا قرأ القرآن تتحدر على خديه فيجتمع حواليه الناس فخافوا من ذلك فقالوا قل لأبو بكر يكون وسط بيته مستخفيا لا يعلم بعبادته فيدين مما يتأذون فمكث أبو بكر مدة وسط بيته ثم بدى له أن يتخذ مسجدا يسلفي بفناء البيت فابتنى مسجد فسعد يخرج إلى ذاك الفناء ويصلي ويقرأ ويبكي ويجي مع النساء والأطفال وننظرون إلى أبي بكر ويتعجبون من حال فرأوا ذلك فأرسلوا إلى ابن الدغنة قالوا قالوا تعال ما أردنا نخفر جوارك وقد استرطنا عليك في صاحبك هذا أن يستخفي بعبادته فالآن نذهب إليه إما أن يستخفي وارجع إلى داره وإما أن يرد عليك جوارك فإن حببنا لا نخفر ذمتك فجأي قالوا يا أبا بكر قد علمت ما شارتني عليكم حين أجرتك وإني لا أحب أن يتحدث العرب أني أخفرت في جوار لي فإما أن تلتزم ما قلت لك وتعود إلى دارك أو ترد إليه جواري قل بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله فمكث في مكانه على حاله يعبد الله تعالى ويسبر على ما يقع له حتى تحدث النبي عن دار هجرته فتحرك همة أبي بكر مع من تحرك وجاء يستاذا رسول الله ليخرج إلى المدينة وخصوصا أن بها أنصار هناك أنبها إخوانا لهم قد آمنوا وصدقوا فابتدأت همم الصحابة تتوجي نحو المدينة فلما عينها لهم رسول الله وأخبار أنها دار هجرته أحب أن يتسبقوا يستقبلوه مع إخواني فتحرك سيدنا أبو بكر وجاء يستاذن رسول الله قال له لا إن دذذ لعل الله يجعل لك صاحبا قال ترجو الإذن رسول الله أن يذن لك العجو أن يذن أي قرب ذلك فأخذ المسألة بقوة فذهب واشترى الناجتين وأخذ يعرفهما ورق السمر أربع أشهر حتى يهتي وتوقت الإذن بالخروج مرة الأشهر وهو ينتظر رسول الله صلى الله وآله تقول سيدة عيشة ما أعقل أبوية إلا وهما يدينان الإسلام من صغري وأنا أعرفهم على الإسلام لأنها ولدت صغيرة فما عقلت أبويها إلا وهما يتبعانه صلى الله عليه وسلم قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركنا فياتينا في كل يوم قدوة وعشية ادخل إلى بيت أبي بكر قالت حتى كان يوم جاءنا عند نحر الظهيرة أي أول وقت الزوال في وقت ساعة ما عودنا أن يتينا فيها فإذا بقائل يقول لي أبي بكر هذا رسول الله قد أقبل يسدك قال فقال بأبي وأمي والله ما أتى به في هذه الساعة إلا أمر فأقبلا نحوه نعدوب قد فأقبر صلى الله عليه وسلم متقنعا مغطيا رأسه فاستقبله أبو بكر وآخر وآخر صلى الله عليه وسلم عند باب بيت يستأذن من عظمة أدبه فقال هدخل رسول الله قال فدخل فجلس البيته قال أخرج من عندك قال يا رسول الله ما هم أهلك أي هذه عائشة التي عقدت لك عليها ما عندنا خيرها ما هناك قال إن الله قد أذن لي في الهجرة قال يا رسول الله الصحابة أصحاب أكون معك صحبك قال الصحبة فدمعت عين أبي من الفرح صحبة رسول الله وقد كان يذكر سيدنا عمر هذه الليلة سمع بعض الأصحاب يتكلمون أن عمر وفضله ويفوق أبو بكر فغضيب قال لهم ليلة من أبي بكر خير من عمر وآلي عمر ومن عمري عمر ويوم من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر وعمر عمر أما الليلة فذكر ليلة ذهابه إلى الغار مع رسول الله صلى الله صلى الله وآله وأما اليوم فذكر يوم وقفته بعد وفاة المصطفى صلى الله صلى الله صلى الله يجمع القلوب وقيامه بأمر القتال لمانع الزكاة غيرة على دين الله تبارك وتعالى قد جيتوا وقلوا ترفق بالناس ورفق وقال بما أرفق بهم بشعر مفترة أو بشعر كذب انقطع الوحي لتعجر فريدة يحل حرام يحرم حلال انقطع الوحي قد تركنا رسول الله والله لو منعون قال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه قال فانتهض فكان الرأي الرشيد الذي تبت الله به الدين فذلك اليوم من أبي بكر مكة بدأت فيها مظاهر جزلة من بعد بيعة العقبة وبدأ يراود الأفكار لتكون لقوة وبيعة العقبة هزت الشياطين حتى أن إبليس العقبة لذب الذي كان يقتن هنا ما استطاع أن يسكت بعد أن سمع الصحابة من الأنصار يبايعون المصطفى ومعهم عمه العباس فسمع ما يقول وما يقال لهم فطاح يا ماشر قريش محمد والصباح من بني قيل يبايعونه على حربكم وقد قال وسمع النبي الصوت وما عندهم صحاب والناس في خيامهم في ميناء فقال النبي لصحبه تفرقوا ومضوا كل يمضي في الطريق وقال عدو والله لا أتفرق أن لك أفرق ثم مضوا وأخذت يشتر بحث وان تجي من هنا وهنا كما عثر أثر جاءوا إلى البني قال الخزر الرجول اللي جاءوا إلى عندهم قالوا إن كنتم البارحة فأخذوا الجماعة الذين ما ضايعوا من جماعتهم المشيكين الذين جاءوا ولا عرفوا عن أمر بيع شي يعرفون ما كان من أمر شي ولا رأينا وكنا بيتنا هنا وقلو وردوهم عنهم والصحاب يشكتون وننظرون إليهم أولئك يحلفون ويتقلمون بقوة ما كان منا وردهم الله تبارك وتعالى عنهم ولم يزالوا يتشككون وابتدأ للدعوة تاريخ جديد بعد تلك بيعة المباركة حتى أن بعض من شهدها يذكر تأخره عن بدر قال ولكني شهدت العقبة وما أحب أن لي بدرا بها بدلها معلموا أنها بيت نقطة التحول في بروز الدعوة على وجه آخر في العالم من حين أن مدوا أيديهم إلى اليد الكريمة فقد كان قبل ذلك عهد مصابرة ومكابدة مجهة لم يلح في الأفق شيء من وجود المنع والقيام بالقوة لإحقاق الحق حتى كانت بيئة العقبة وبدأت تساور أفكار الزعمة بمكة فإذا بهم يشاهدون أن يخرجون ويسمعون أن هناك إسلام وأن قد أسلمت قبيلة ذات خبرة في الحرب ومعرفة بالمقابلة وفنون اللقاء حينما عاد باقي إلا ومحمد يخرج ويتجمعون وحاوله ويجون قتلون إلى هنا وخرجون من بلادنا لابد لنا من راي في شان محمد هذا لابد نحل القضية لابد لنا من أمر حسن فتجمعوا زعمائهم وكبارهم إلى دار الندوة حيث يجتمعون ولا يجتمع إلا كبراؤهم ولا يذنون لكل أحد بالدخول فاجتمعوا ليروا رايهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون به تجمع فتصور إبليس بصورة شيخ النجدي عليه كساء حسن وقب قال تأذنوا لي أدخل معكم قالوا من أنت قال أنا شيخ النجد سمعتم اجتمعتم علي في شان هذا الرجل فأحببت أن أشارككم لعل لا تعدموا مني رايا قالوا نحب تبضل أدخل هذا النجد فيهم بكاء ويمكن يجيب لنا برا يدخل دخل جلس مع القو المتشاورين في شاني سيد المرسل ويمكرون ويمكر الله والله وخير النبي وسط مكة الإذن لم يأتي للخروج قبل حتى يتشاوروا حتى ينفذوا حتى يصلحوا الخطة قالوا من قبل ما يصلح يقول الله خرجوا خرجوا لا ما أعجب إذن بالخروج يقول سمح الله خلال الجماعة تشاورون خططون رتبوا ويجون لعند بيتك بعد يدخل حكمة الله تعالى وأدب رسوله صلى الله سلم تجمع فالأحد نوثقه ونحبسه ونتربص به حتى يموت فالشيخ نجد لا ما هذا براي إنه يسمع عن مكان حبسكم له كومه وجماعته وكبيرته فلا يصلون إليه فيطلقونه عنكم ويشتد أمره ويقومون معه ويراب ما هذا براي قالوا نخرجه إلى مكان بعيد ونرميه فلا نبالي يذهب حيث ما شاء إذا غاب عنا كلامه هذا أصبحنا لا نرى ولا نسمع قوله قالوا ما هذا براي ألا ترون إلى عذوبة منطقة وحسن خلقه وحلاوة الفاب يلاقي قوما يتبعونا ربطه أي مكان فياتي إليكم بهم يقاتلكم فرجعتم في نفس الأمر وإن قتلنا ثار قبيلته وقومه فنشبت حرب بين قريش لا ندري إلى أي مدى قال أبو جهل معي لكم رأي قال ما هو يا أبا الحكم قال نجمع من شباننا قويا أشد عشر من كل قبيلة واحد ونعطيهم سيوفا حادة مسمومة ينتظرون ما خرجه من البيت فإنه يخرج كل يوم مبكرا فإذا خرج عند الفجر من بيته فليضربوه ضربة رجل واحد فيقتلونهم فيتفرق دموا في القبائل فيأتي بين عبد مناف قومه فلا يستطعون أن يحاربوا القوم كلهم كيف يحاربوا كل القبائل فيطلبون ديت فندي ونقف شر صف قبلي شجب بيات شعر يمدع قال هذا هو الرأي سبتم هذا غير هذا ولا إلا هذا ولا يكون غير هذا فصفقوا معه هذه الجلسات اللي يحضرها أبليس موجودة في الأمات فالله شره وشرهم عنا وجاء جبري اجتمع القوم على كذا وقالوا كذا وتفرقوا على خطة يعملون معك كذا وكذا وكذا بكر في الظهر وموجودهم في الليل ورجع إلى بيته ودخل عليه سيدنا علي فأراه الأمان قال علي علي هذا لبني فلان وهذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان وداي عنده فانتظر بعدي حتى تؤدي الودايا وهذا فراش وهذه بردتي ولا أنا على فراش هل أنا أرقد مكانك رسول الله أفديك بنفسي فأعطاه بردته على خضراء واتجع على فراش وغطى نفسه ببردة رسول الله صلى الله عليه واجتمع الشبان حوالي البيت والنبي وسط البيت وتأكدوا من شد الباب وهذا من العيوب عندهم ولكن هم تجاوز لنظرون وجدوا على البردة مغطى قالوا هو نحيم هناك داخل ننتظر حتى يخرج فنذربه وتأكدوا عمانهم من موقفهم وموقفهم ومجلسهم وحضورهم منصرف وجلسوا بالسيوف الحاد فجاء الوقت فقيل لرسول الله أخرج فخرج فتح الباب يقرأوا ياسين ويقرأ أهن العاكم إنه كرام من المرسل على صراط المشتكين تنزيل للعجيس الرحيم وتنزيل لهم أنزر أبا فهم غافلون ويترث لهم ويترحم عليهم حتى في هذا الحق فقد حققوا كيف يؤمنون أنزر ويقرأوا 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 ستة سبعة ثمانية كم عددهم عشرة كل واحد فقراسه تراب 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 بلا قلق بلا انزعاج هيت اعرابي كان صدفية مر في الطريق ان بيدي يشوفوا يحطوا الطراب وليوش يسلح اذا ما حمل مع القوم يتحجب وما ظن بي و الى بيت ابي بكر حيث توعدوا اياه قد رتب معه واخبروا انه سينطلق الى الغار الى غار ثور اتجاه معاكس لطريق المدينة زيادة في التعمي عليه وهدوءا في الغار ثلاثة ليال حتى يسكن الطلب في نفس اليوم ما بين الظهر الى ذاك الوقت قد سيدنا ابو بكر انتفق مع عامر بن فهير المولاه كان المولاه مسلم هذا ويروح عليهم بالغنم ويجيهم كل ليلة بالغنم الى احناك الى عند الغار ويرجع ثانيوم انتفق مع ولده عبدالله يجي في الليل بعد ان يهدأ الناس ويذكرون له كل ايش الذي يقولون ايش اللي يعملوا الى فين وصلوا واتفق مع الدليل الذي ياخدهم الى المدينة وقد كان مشرك لم يزل لكن اتمنى اتمنى فاتفق مع ان ياتيهم بعد ثلاثة ثلاثة يال موعدك عند الغار تجي في يوم كذا وسيدتنا عشقت فجهزناهما البعيرين حتى الجهز لما وصل عند النبي في الظهر يقول له كذا قال له فخذ حد بعيرية هذين يا رسول الله ليكون مركوبا لك قال بالثماء قال يا ابا يا رسول الله انا فدا اكون مالي وما معي فترك قال له لا اهاجر الا بمالي وقام الرضي حتى اعطاه الثمن واخذها منه بالثمن وثم هذا قالت فجهزناهما احث الجهاز احني اسرعه مش وقت الليلة بيسرود وحتى انه كنا نشدوا عليهم فما وجدنا شيء فاخرجت اسماء اختها نطاقها فشقته وشدت به قالت اسماء فجع جدي ثاني يوم ابو قعاف وقال لهم وين ذهب ابو بكر مع محمد يقول ما ارى اللا قد فجعكم بنفسه وماله قال بيشل نفسه وماله هذا ما بيخليكم شيء يحب محمد هذا وقام قالت له لا ترك لنا مالا خيرا كثيرا وقالت لا ترك شيء فجيت بحجارة الى ولكني اسقن به شيء وقالت انفقه لله قالت كان تاجر كبير لكن انفقه عليه رضوان الله الله تبارك وتعالى مر الى دار ابي باكر فخرج له من خلف البيت لا من الباب الذي يعتاد وقالت 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 انفقه 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 خيرا وقالت مرسى وخيرا سيدي نبي سيدي نبي سيدي نبي وقلت له أمامي سيدنا النبي أمامه قال من أمامه لا أدري أين هو وقلت له زمجر يمشي ومضى مع النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ إلى الغار سروا قال فوصلا إليه قال جعل أبو بكر يسعى أمامه وحيان خلفه يمشي قال النبي ما بالك يا بابك قال رسول الله أذكر الطلب وأكون خلفك وأذكر الرصد وأكون أمامك قال إذا كان شيء تحب أن يكون بك دوني قال نعم والله يا رسول الله حبوا أن لا ينزل شيء إلا يكون بيدونكم دعا له النبي قصلوا إلى عند الغار قال والله لا تدخل يا رسول الله حتى أنظر ما فيه تدخل يوفر أحجار وتقوب يمهي دي المكان كل ليلة نبي تعالى فرشنا في أماكن مننا هذا المحل المعدود لنبينا حجارة يسويها أبو بكر بيده تقوب قد تأيداوه يسددها تقوب في حياتك الوفاعمه واحدة من هذا يدخل ألقمه رجلة وقال أدخل يا رسول الله دخل في أثناء الطريق قبل الوصول للغار لاحظ تأثر رجلية الحبيبة من المشي وكان يمشي حين ألا ترافة صابعة ولا يعتد المشي في هذه الحفاوة فحفية قدمه فما قدر إلا يحمل رسول الله ويجريبه إلى قريب الرغاء من أثر التعب في الممشى الآن الناس يتعبون لما يصلون إلى هناك وهم يصلون بالسيارات إلى تحت الجبال وقريب منهم بعدين يطلعون في المكان يتعبون دخل نام على رجل سيدنا البكر والحيات شمين الريح له جاءت ساعة مباركة حبيب الرحمن دخل عندي هنا وسط الغار كان يشوفنه تحنيريه الجذوع وألفتها ضبابها والضباء وقال البسيري على مكة وهؤلاء قالوا وقالوا محسلوا ومسدود الثقب حقهم برجل أبو بكر طمع معهم اللي ينبهون أبو بكر برجل أبو بكر تحل بيننا وبين الوجه الصبيح بس لك أنت وحدك تشوف محسلنا نصيبه قد حظنا الليلة جاء الحبيب وصلت للغرض نحشو بلسعة الحية محسل وما يحرك رجله وsigh ولم ثانية ثالث مرة ينحدر الدمع من عينه من الألم وحده ومن الفرح أما فرحه تحقق له موقف الفداء ففرح أنه وجاء حبيبه يرجده فلسع فيه وليس في الحبيب شيء ففرح أن الله اختاره واقيا فوقعت قطرة على وجه الحبيب فتعينه ما يبكي كأبا بكر قال الحياة تنهي شناني رسول قال نولني رجلك نول رجل قرأ عليه وبصق فكأن لم يقوم بشيء وخرجت الحياة أما ربي خرجنا بلغ أن الأمنية وإن كان فيها المنية قلت لهم بعد وإذا يتمنى الشعر قال ليتني أرى قبره وأموت أصلى هناك أشوف القبر وأموت يكفي ومضت اليوم الطلب الحديث من هنا وهناك الشبان العشرة ما يقضهم إلا حر الشمس أبداً محمد لم يكن هناك فجر مهمة حركوا رمو تحرك قالوا معه محمد محمد لا يتحرك بسرعة دخلوا بعد عود أبو علي أين محمد قالوا أدري أين محمد محمد قال خرجم أه تصل الخبر بزوعة وقالوا وكيف تدركونك وكيف يخرج ماء وهذه الخطة لي صفق على الكابل فأرسلوا في الطلبته بسرعة حضروا قائف واحد واثنين يقفصون الأثر ويعرفون أثر رجل الإنسان حتى بعد مدة إذا ما شا فيه واخذوا يشمون يقولون هنا ولمشون 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 واحد اسمه كرز والثاني ما دري ما نسمه لما وصلوا قريب الغار في الليل قدوا قالوا هنا وصلوا هنا قدم أبا بكر هنا قدم محمد لكن ما أدري أين غابوا بعد هذا ما أعلم لهم أثر بينهم وبين الغار قريب أربعين دراء خلاص قريب بينهم ما أعلم لهم أثر قالوا ما أدري أن الزلال الأرض مطلع على الشمع من هذا المكان ما شاهدر قالوا أنت قايف ماهر تعرف أنت هالأثر هنا قالوا أنت نعم بليل سبير حتى يسبح الصباح قالوا انظروا في ذاك الغار وصلوا أرسلوا منهم اثنين يقربون فقربوا من الغار وإذا بحمامتين وحرسلهم الله على باب الغار ما شير هو لعنكبوت قالوا أهل حج رجعوا قال ما لكم ما تصلون إلى الغار ذهلوا على فم الغار حمامتين سمعهم من أجل فعلم أن الله يدر عنهم فأشار إلى حمامتين فدنا تأمنوا فمسح عليهما صلى الله يسعى في ذلك ثم ذهب القوم فأشار إلى الحمامتين أن يدخل الحرام رهي الله فيقالوا إن هما فرخت هناك وأن حمام الحرام من نسل هاتين الحمامتين سيدنا أبو بكر يرى الأقدام كل ما واحد يجرب من الغار يعدي هناك في شجرة يشوف الجدم عجوب يقول رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع جدم لرآنا قال له يا أبا بكر ما بنك بثنين الله سألثهم الله سألثهم ما بنك بثنين الله سألثهم لا تهزن إن الله معنا وإذا بهم يسمعون الصوات لبعضهم يقولوا تأكدوا من الغار اللي في هذا قلتم فيها حمامتين العنكبوت وإذا بواحد من كبار لألدة عندهم يقول أما جانين أنتم تلك العنكبوت أقدم من ميلاد محمد العنكبوت مال الغار أقدم من ميلاد النبي ماذا كيف يدخلوا الغار أمضوا لا يفوتكم نمضوا فمضوا وجاء الليل ووصل عبد الله من عبي بكر ودخل الغار وقال أعملوا كدوا ونالوا كدوا وأرسلوا في طلبكم إلى مكان كدوا وهم يقولون كدوا مكة كلها ضجه ورجه وجاء عبد الله بن أريقت بعده جاء مولى عبي بكر عامر بن فهيرة بعده بالغنم جاء بالغنم وقام سيدنا وبكر وحلب وثقوا النبي هده والغدا والعشاء ورجع عبد الله بن أبي بكر كأنه باعت بمكة لا يعرف عنه ويصبح آخر الليل يرجع عامر بن فهيرة فالغنم يمشي في الطريق يقطع الأثر في أماكن التراب يقطع الأثر مشي الغنم بعده يمح أثر ما حد يمشي أثر اسمه منع عبد الله بن أبي بكر وقد تاتي مع أسماء وعدت أول ليلة عد اليوم الثاني كله طاع الشمس تجي الظهر طار بشمس ووسط الغار الحبيب يقرأ القرآن ويذكر الرحمن ويدعو يفكر في الأمة دول النهار إلى الليل يجي عبد الله بن أبي بكر وصلوا إلى هنا وعملوا هنا ورسلوا في طلبكم قالوا لمن ياتيبكم مئة ناك لمن قتلكم أو لمن دل عليكم أو لمن جاء بكم أحياء أو أموات ويوافهم بالأخبار كل ليلة ثالث ليلة تعبوا دوروا في كل محل جاء هنا بدوا يهدؤون معا يدوروا لمحلات بعيدة هذا أثرف جاء الموعد اللي بن أريقت عبد المرقية الدليل وكان يعرف صاحب خبرة بالطريق فاليوم الثالث فجوا وحضروا الناقة معهم اللي أعطاه يا أبو سيدنا أبو بكر هم ناقتين وركبوا عليهم ومضى بهم من أسفل مكة رجع بهم هناك ومشى بهم نحو السحل بعيدا عن الطريق المسلوك المعهودة يطلع بهم في الجبال وينزلهم من حلة إلى حلة بدو ما يمشي في الطريق المعدادة سعيد من رجضي بهم هكذا سعيد من رجضي بهم هكذا ويمشون في تلك أيام المباركة التي نستظهر بعض أخبارها فيما يأتي معنا من جلسات كيف ننسى صاحب الغار ومبيته تلك الأيالي الفراش حجر الوسادة حجر ومن في الغار خير البشر سيدها الأرض والسماء ويضطر إلى هذا ويرجى إلى هذا وهو راضي ما نقصت عزيمته ما فترت همته ما قلت رحمته خرج بعد الثلاثة اليام التفت نحمك الله يعلم أنك يحب البلاد ولولا أن قومك يخرجوني منك قرها أي اددلوني في سبيدي بيامي بالأمر العظيم في نشر هذه الدعوة وتبليغ هذه الرسالة ما خرجت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والليل ليلة اثنين وفي مثلها خرج من مكة وفي مثلها دخل المدينة وغدا على صاحب ذاك الغار عرض خاص لأعمال أمتي فعسى أن ينبعث من مجلسكم ما يتناسب مع إيمانكم بصبره ورعفته وحنانه ورحمته وصدقه وأمانته عسى أن ينبعث من نياتكم الصدق في نصرته فاستعدوا لعرض أعمالكم غدا على الواحد الأحد وعلى صاحب ذاكم الغار وتلكم الهجرة نبيكم محمد اللهم أحسن عرضنا وسر بنوايانا ووجهاتنا وعزائمنا وعمالنا قلب نبينا واجزه عنا أفضل الجزاء وأكرم الجزاء وعلى الجزاء وأفضل ما جزيت نبينا عن أمته ورسولنا عن قومه وصل عليه فالأولين والآخرين وفالما ليل على إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أفضل الصلوات وأعظمها وأشملها وأدومها وأكملها وأكرمها أبدا سرمدا عدد ما علمت وملا ما علمت وزنة ما علمت وعدد ما أحاط به علمك في كل حد أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك بسر الفاتح إلى حضرة النبي محمد في نجلة تشوقوا تشوقوا مرة يشتري مع أبو بكر من بعضهم حاجة قالوا أراد يأخذ الحاجة مع بعضهم قالوا تترك هذا أول حدثنا كيف خرجت مع النبي في ذلك قال لهم وقال لهم كذا كذا وحدثهم وبعض الذين يريدون البرزخ وبعضهم بعض في الجنة يذكرون الخبر يسمعون من فهم بعض الكلام على حسب أشواكهم وصدق محبتهم وتعلقاتهم أيام كانوا في الدنيا من أهل الجنة من يسمع سرد سيرة كلها من أخير من اللسان الكريم نفسه أهل قوة التعلق به أهل العيش في كنف هذه السيرة وفي أنوارها وفي رحابها طول أعماره في مردان فيجزيهم على ذلك وهو من أحسن منه جزاء ومن أحسن منه كلام ما لئن تقربتم إلى الله بمحبته فقد جعل الله في قلبه من المحبة لكم ما لاتتصورونه فالله يملأنا وياكم بشوق ويرفعنا مع الحبيب بالحبيب إلى فوق ويجعلنا من أهل الفهم والعلم والذوق والحمد لله رب العالمين سبحانك الله بحمدك في هذا الليل هلا أنت سأخذك وترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر